والحقيقة وإحنا بنحضر الحلقة مع فريق العداد اخترنا إنه أول موضوع نتكلم فيه مع حضراتكم فيه فقرتنا الإخبارية يكون موضوع بيشغل بال شريحة كبيرة جدا من المصريين وفيه أسئلة كتير جدا بتدور في أزهنة وهو موضوع الدهب أسعار الدهب كل يوم فيه تزايد وفيه أسئلة كتير جدا بتدور في أزهنة هل نشتري دلوقتي ولا نستنى شوية هل نبيع دلوقتي ولا نستنى شوية كلها أسئلة هل الدهب استثمار كويس ولا نحط فلوسنا في حاجة تانية كل دي أسئلة بتدور في أزهنة لكن بنطمن حضراتكم إنه أسعار الدهب فيه حالة استقرار بداية من مبارح السبت 20 يناير 2024 بعد آخر ارتفاع شهدوا الدهب يوم الجمعة اللي فات واللي وصل عيار 24 تجاوز الأربع تلاف جنيه لكن النهاردة ومبارح أسعار الدهب فيه البورصة العالمية كمان مستقرة بعد الشيء وفيه محللين اقتصاديين وخبراء وأعضاء مجلس نواب بيتحدثوا إنه الفترة اللي جاية الدهب هيشهد انخفاض فيه أسعاره وده شيء مطمئن إلى حد ما مطمئن لللي عايز يشتري ومطمئن لللي عايز يبيع عشان الناس تكون عارفة الدهب رايح لفين خلال الأيام اللي جاية الحقيقة فيه أسئلة كتير جدا بتدور فيه أزهن المصريين وفيه يعني موضوع الدهب موضوع ثري وأعتقد إنه فيه ناس كتير جدا دلوقتي ابتدت إنها تفكر إنها تستثمر في الدهب لإنه الدهب فيه تزايد مستمر لكن هتبقى مشكلة كبيرة طبعا لو الدهب انخفض مرة واحدة وإحنا ضخين كل فلوسنا فيه فالحقيقة زي ما بقول لحضراتكم فيه أسئلة كتير جدا بتدور فيه أزهن محتاجين نعرف إجابتها عشان كده بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا عبر الهاتف دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الدهب يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير أهلا بحضرتك يا فندم في البداية قبل أي حاجة عايزين نوضح للسادة المشاهدين هو ليه فيه عدم استقرار في سوق الدهب وإمتى هيكون فيه استقرار في سوق الدهب وطبعا هذه الأيام توجد يعني ارتفاعات الدهب ارتفع في خلال فترة سيارة قوي حوالي 48 ساعة ووصل لغاية 3700 و3750 وزي ما قلت حضرتك عايزة 24 تخطى الـ 4000 والـ 4000100 وده نتيجة وجود سيولة قوية جدا وضغط شرائي بكميات فوق طاقة السوق بالنسبة للسباك والجنيات وده لأن الناس بتتخذ نوع من التحوط وبتحب أنها تتخذ من الدهب هو مغزن استراتيجي ومغزن الدهب معروف أنه مغزن قيمة جيد وهو عائد دخالي محترم لكن التراجعات ترجع لأن الضغط كان قوي جدا ومع الظروف العادية بيبدأ حصل نوم التراجع وتراجع الدهب أكثر من 200 جنيه عشان كده بنقول للناس اللي عايز يشتري لو سمحت يعني ما فيش جاعة نشتري في الطب والكرايز يعني على أعلى قمة احنا قليل ما تريص يعني تمهل لأن الأسعار في طريقة الاتزان وفي طريقة أنها تأخذ ممكن التراجع وممكن أنها توصل 3300 و3300 و3200 كمان لأن ده يعني إنه ده نقول ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية ومش هو ده السعر الحقيقي للدهب طيب دكتور خليني أسأل حضرتك إنه وزارة البترول أعلنت عن اكتشاف منجم أبو مرواط بالصحراء الشرقية وعايزين نعرف إزاي ممكن اكتشاف منجم زي ده ممكن يؤثر في سوق الدهب يعني بالنسبة للمناجم عموما دي بتبقى تعاقدات مع وزارة البترول والشركات الأجنبية وبيبقى فيه نسب معينة بتدخل الإقصاد القومي ويعني بتبقى تأثيرها مش كبير بالنسبة لسوق الدهب في مصر والأسعار كمان لأن إحنا أسعار إحنا مرتبطين بالأسعار العالمية ومرتبطين كمان بالسوق الداخلي والعرض والطلب لكن إحنا برضو بحب نوع إن قبل كده الذهب وصل 2950 جنيه ورجع ل 2100 وترجع أكتر من 700 جنيه مع المبادرات اللي بتقوم بيها وزارة التموين والتجارة الداخلية وساعتها كانت مبادرة زيرو جاماريك اللي دخلت حوالي أكتر من 2.5 طن دهب السوق وحاليا تدرس وزارة التموين وده خبر لحضراتكو والتجارة الداخلية عدة مقترحات أخرى في قوة مبادرة زيرو جاماريك وتستطيع بإذن الله حالة تنفيذها زير المقترحات إنها بإذن الله تؤدي إلى أسعار معتدلة ومتزنة وبعيدة عن الشطط الموجود حاليا طيب يا دكتور بخصوص المبادرات اللي حضراتك بتتكلم عنها وبالأخص مبادرة زيرو جاماريك سؤالي لحضرتك يعني بقلنا فترة كبيرة الحقيقة وفي السنوات الأخيرة بنشوف إنه لما بيحصل أزمة في أي سلعة أو في أي سوق الدولة المصرية بتسعى جاهدة إنها تحل هذه الأزمة بعمل مبادرات وبجهود كبيرة جدا بتبذل في هذا السوق عشان الأمور تتحسن وبالأخص فيه سوق الدهب وحضرتك يعني قامة كبيرة في هذا السوق عايزة أسأل حضرتك إيه الجهود المفزولة والمبادرات المفزولة حاليا في مبادرة إن إحنا إحنا أول مبادرة كانت إعساء من الجاماريك تماما هي زيرو جاماريك مع الإبقاء على ضريبة المباعات اللي هي 14% على الأخرى فقط أول حاجة إن إحنا نطالب إن إحنا إلغاء كافة كالرسوب تماما على وردات الدهب وبأي كميات وبأي أشكال سواء الدهب أو المعادل إنها فيسا وتاني مبادرة هي خامة منطقة حرة زي الموجودة في دبي لسوق الدهب وسباك الدهب في جنوب في منطقة أسوان وده لأنها قرب المناجم اللي هناك قرب المثلث الزهبي وحلايا بشارتين وده هتؤدي إلى استقرار كبير في سوق الدهب وتوجد أيضا مبادرة إنشاء سندات وصندوق استثمار في الدهب وده يؤدي طبعا هيبقى يعني له مرضود جيد جدا جدا لأن تقدر تستثمر حضرتك في سندات هي عبارة عن جرامات أو دهب وعائدها هو عبارة عن دهب ولما تحب تستردها بتسترد دهبك فدي هتبقى ليها برضو بإذن الله من المبادرات الجيدة المطروحة في الوقت الحالي دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الدهب بنشكر حضرتك جدا فندم على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر